كل التحية لك يا أستاذ إبراهيم كل التحية للمهان سعد القيعي وكل التحية طبعا للكاتبنا الصحفي الأستاذ أحمد أيوب ولكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان فاروق يعني عشان تلحق الصحور بسرعة قل لنا التمرين إيه اللي حصل فيه النهاردة والقايمة أخبارها إيه يعني خلينا أستاذ إبراهيم نتكلم في البداية عن النهاردة كان فيه مشهد في حب التاريخ مشهد في حب النادي الأهلي مشهد في الاعتزاز بنجوم مرت على تاريخ كرة القدم المصرية كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي اللي كان حريص النهاردة طبعا يعني برنامج رد الجميل اللي بيزع على قناة النادي الأهلي وتكريم عدد كبير جدا من نجوم كرة القدم المصرية كان حريص النهاردة على تناول وجبة الإفطار مع عدد كبير جدا يعني حداك بتتكلم على أسماء لامعة في كرة القدم المصرية الكابتن مصطفى رياض، الكابتن الجارب، الكابتن شحتة، الكابتن عمر عبدالله، الكابتن علاء نبيل، الكابتن محمود الخواجة، كابتن حمد جمعة يعني نجوم كتير جداً الكابتن عبرهيم عبد صمد وكابتن خالق جدالله في مشهد وكان حريص جداً أن الكابتن محمود الخطيب يأخذهم في جالة تفاقدية لملعب مختار التيتش وتسليم الجميع درع النادلالي وأيضاً يعني بعض الهداء التسكرية وقميص النادلالي في مشهد دائن داً اللي بيدل على قيمة ومكانة النادلالي اللي بيعيها الجميع وعارف قيمة النادلالي بعدها طبعاً الكابتن محمود الخطيب كان حريص أنه يكون متواجد في مران فريق النادلالي طبعاً بيدي رسائله للعبين بيشيد باللعبين بعد الفترة الأخيرة وعارف أن فيه ظل إجهاد وفيه تلحم مباريات اجتمع مع اللعبين واجتمع مع مستر بيتسو موسماني وقال إحنا منتظرين منكم الكتير احنا طبعاً مندفع عن دور أبطال أفريقيا عن الدوري عن الكاس وأيضاً يعني مطالبين أيضاً بالصبر الأفريقي قبل المران مستر بيتسو موسماني اجتمع مع اللعبين في محاضرة فيديو طبعاً دا كان أول مران للأهلي بيتمرنه طبعاً بعد المباراة الأخيرة مباراة الأخيرة اللي جمعت فريق النادلالي ويعني بدأ الجاز الفني هو يعرض بعض اللقاطات والمباريات لفريق الجونة وأيضاً يعني يشوف الإيجابيات والسلبيات وأهم مواطن الضعف والقوة الوقت عصير جداً يا أستاذ إبراهيم يعني أنا الوقت صعب جداً بالنسبة للجاز الفني اللي عارف تشتغل شغل فني والعارف تدي شغل أحمال بالصورة المطلوبة لكن دايماً بتذكر اللعبين بشخصية النادلالي وأن المواقف اللي هي اللي بتصنع شخصية اللعبين بعد المحاضرة انطلق المرام ومستر بيتسو موسماني يعني على قدر المحتمل بتقدر تشغل في شق بدني خفيف بتقلل حملة طبعاً البدني تبدأ تشتغل على الكرات السبتة بعض الجمل التكتكية عايزة أطمنك على حالة المصابين دلوقت يا أستاذ إبراهيم ومهندس عادلي بقى الخبر الصار لينا والجمهور النادلالي هو عودة أحد اللعبين المصابين لقائمة النادلالي النهاردة نقدر نقول محمود وحيد موجود في التمرين وإن شاء الله يكون موجود في القائمة اللي حتى الآن لم تعلن رسمياً مستر بيتسو موسماني لم يعني القائمة ولكن القائمة هتشهد عودة محمود وحيد لقائمة النادلالي أمام فريق الجونة عندي خبر أيضاً من الأخبار السرة إن محمود متولي إن شاء الله هيكون جاهز لمواجهة الزمالك إن شاء الله محمود متولي تتجاوز مباراة الجونة ومباراة غزل المحلة إن شاء الله بدءاً من مباراة الاتحاد أو مباراة الزمالك هيكون موجود مع فريق النادلالي هيستمر غياب أيمن أشرف وبدر بنون عن قائمة الأهل في المباراة القادمة اللي الجاز الفني فضل يريحهم يعني ظروف الإجهاد اللي عند اللعبين فضل الجاز إن هو يريحهم لكن إن شاء الله يكونوا موجودين بدءاً من المباراة بعد مباراة الجونة مباراة غزل المحلة عايز أيضاً أقولك على طاقم التحكيم كان الاتحاد المصري أعلن عن طاقم تحكيم لإدارة اللقاء بقيادة محمد عادل حكم الساحة بيعون وشريف عبد الله ومحمد عزازي والحكم الرابع محمد فاروق وإثنين حكام فيديو صبح العمراوي وحماد القلاوي الحديث الأهم برضو اللي كان ليه حديث مع مستر بيتسو موسماني عن قرعة دور أبطال إفريقيا اللي هتكون غداً بمشيئة الله في تمام الساعة الثانية سألته بتفضل مواجهة الوداد ولا مواجهة الترجي ولا مواجهة فريق ساندونز قال أنا النادي الأهلي الفرق الثاني هي اللي تخاف إنها تواجه النادي الأهلي سواء كان الوداد سواء كان الترجي سواء كان ساندونز أنا بدافع عن لقبي أياً كان فريقاً يكون موجود معايا إحنا جاهزين ودي النقطة اللي أنا بشتغل عليها مع العيب النادي الأهلي فاروق محمد محمود وكريم ندفد شاركوا في التمرين أقدر أقول لك بقى النهاردة يعني يا سيد سوريح أدك ذكرت النقطة مهمة جداً أيضاً كريم ندفد يعني لم يشارك في التمرين اليوم لطلب الحصول على أجازة بعد أن رزق به آسر يعني النهاردة كريم ندفد نقول له مبروك يعني رزق به ابن يسمى آسر ولذلك هو فضل طلب من الجهاز الفني والكابتن سيد أنه يحصل على أجازة النهاردة لكن هيكون موجود طبعاً مع الفريق في المباراة القادمة بالنسبة لي محمد محمود بتقدر تقولي يا أستاذ إبراهيم خلال أسبوعين بالكتير قوي محمد محمود هيكون في التدريبات الجمعية أيضاً بالنسبة لجونيور أجيه عقب مباراة الزمالك هيكون جاهز للمباراة دور الثمانية إن شاء الله في دور أبطال إفريقيا تمام يعني أنت سينيور أجيه يلحب بالزمالك عنده مهم في المباراة دي إن شاء الله يلحب شكراً جزيلاً الزميل فروس صلاح أيضاً